شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رابعا الشيخوخة والهرم وهذا معناه الشيخ الفاني فنيت قوته أشرف على الفناء أصبح كل يوم في نقص إلى أن يموت وكذلك العجوز المسنة التي يشق عليها الصيام جدا وهذا المقصود بقوله تعالى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ أو داخل في قوله تعالى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ قال ابن عباس رضي الله عنهما الآية ليست بمنسوخة وهي للشيخ الكثير والمرأة الكثيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا وأما من سقط تمييز وبلغ حد الخرف ولم يعد يعرف أولاده ويعرف الجهات الأربعة ولا يميز لا يعقل معنى الصيام فيسقط عنه التكليف لا صلاة ولا صيام يخرجون عنه زكاة الفطر لكنه لا يصوم ولا عليه لا فدية ولا على أهله ولا قضاء ولا عليهم شيء أبدا هذا شخص غير مكلف ممكن يعني لو قام يصلي يتكلم أثناء الصلاة يذهب ويجي يطلب الغدى يطلب الإفطار يعني ما عاد يعقل معنى الصيام ما عنده لأن إدراك أنه هذا شيء يجب الالتزام به وسبحان الله وخلق الإنسان ضعيفا وجعل من بعد قوة ضعفا وشيفا ولكي لا يعلم من بعد علم شيئا سبحان الله الإنسان هذا طبعه